مش احيانا يا كابتن نادر وانا اديت مثل النهاردة بمباراة باريس سان جرمان وريان مديد لو حرباك كنت تفرجت عليها بمباراة الزهاب في دولة ابتال ربا فاكل انشروتي في المباراة دي عامل ايه هو طيبا كان بيدامها في تلت ملعبه مش في نص ملعبه كان في تلت ملعبه وانت بتتكلم في فرقة فيها لوكا مودريتش توني كروس وكاسيميرو ومندي وكربخات ومنزيمة طبعا فانت كان في تشكيله قوية جدا سؤال راجل احترم قدراته واحترم جدا قدرات اللي قدامه كان عايز حاجة من المباراة نخرج منها تعادل بالزبط في عمل الكلام ده فهو مش عيب طبعا مش عيب اصلا الناس بتتعامل مع الفكرة الدفاعية دي مع الفرق في المقارنة يعني مع الفرق في المقارنة المسابقة ومقارنة الامثلة بس انا بتكلم عن تجربة شخصية النهاردة بلعب ماتش بس انا عندي ماتش مع مثلا مع باني سويف في المجموعة السعيد في الدرجة التانية نفس الكلام لعبت 3-4-3 وبعد كده قلبتها لـ 4-42 وبعد كده 4-41 يعني وهكذا وبعد كده لعبت الـ 4-51 كل ده جوة الجيم طبعا مع الفرق في المستوى بس انا بتكلم على أنك انت ممكن تغير في طريقة اللعب وفي انا 1-0 وبعد كده 2-0 بعد كده 3-0 وبعد كده 3-1 خدت اللي انا عايزه خدت اللي انا عايزه أنا كسبت المباراة بنتيجة وفي نفس الوقت كمان غيرت تغيير طريقة اللعب هو الأهم فيها تغيير اللعبين يعني أنا ممكن ألعب أربعة ثلاثة ثلاثة دفعية يعني لو أنا ألعبت أربعة وثلاثة في نصف الملعب زي ما حصل نيني وثلية وحمدي فتحي يبقى أنا بقلبها هجومي شوي وبعد كده ثلاثة ثلاثة في الهجوم وبعد كده ممكن أغير بعدين أحط واحد كمان في نصف الملعب يعني تغيير اللعبين تغيير نوعية اللعبين هي اللي بيدي الطريقة الدفاعية أو هجومية فتأكيدا لكلامك أنك أنت ممكن تغير في شكل الخطة بالنسبة للمباراة على حسب مجردات المباراة حسب الفرقة اللي بتلعب معك هو بلعب باتنين جناحين فتحين فأنت لازم تثبت عمر جابر وتثبت أحمد فتوح عشان خاطر أنه هو يكون فيه يقفل نقطة الخوة بالنسبة للمتخب السنغالي طيب مباراة اللي جاية هي مباراة صعبة طبعا صعبة صعبة لكذا سبب صعبة أن هي آخر مباراة خلاص لنا إحنا اللي اتنين منتخب مسؤول منتخب السنغالي بتلعب في السنغال بتلعب بدكار وستجمعين منتخب السنغالي بتلعب مع منتخب قوي جدا على مستوى التشكيل حتى لو زي ما حراك قلت مش هنبالغ في إمكانياتهم بس هم فعليا أقوى تشكيلة في القارة الأفريقية حاليا دلوقتي المباراة دي نتعامل معها إزاي بقى هم أقوى تشكيلة وإحنا أقوى شخصية صعب حلو حلو هم أقوى تشكيلة بس إحنا أقوى شخصية والشخصية دي بتبقى جاية من من التاريخ بتاعت من قدرتك من اسمك كل ده كل ده من التشيرت اللي انت لابسه زي ما بتشوف لعب بيلعب في نادي معين وبعد كده بيروح الأهلي بيلبس فنية الأهلي بيلبس شخصية الأهلي فأي لعب هي لعب مع منتخب مصر أو طبعا الزمالك أو غيرهم الأندياء الكبيرة واد حراك مثلك تريسا أرورك دلوقتي مربع باريس سان جيمان ريان مادريد في العودة شخصية ريان مادريد الاسم التاريخي الكبير قدام باريس سان جيمان هل تأكيدا لكلامك هل ريان مادريد أفضل من باريس سان جيمان لا بس شخصية ريان مادريد هي أفضل باريس سان جيمان المشكلة فيها إيه شخصية الفريق صحية مش هتجيب أكتر من ميسي وليمار وكل العيبة اللي موجودين عشان ما نعدش كتير يعني إنما من أول الاثنين حراس لغاية المهاجمين أقوى العيبة في العالم بس شخصية الفريق معي شخصية التي شيرت بتاع الفريق فهي النقطة كلها إنك أنت بتلعب بشخصية منتخب مصر فأنت هم عندهم قدرات فنية أعلى في بعض المراكز إنما أنت عندك شخصية بالنسبة للفريق فأنت شخصيتك أقوى بعدين على فكرة مبارات المبارح أصعب كتير من مبارات اللي هناك حلوة أه طبعا طبعا يا كابتنا دي وضح دي بقى أصعب كتير لإنك أنت في الآخر لسه ما زلنا بنلعب بفرق الهدف يعني أنت أنا عندي إن أنا أطلع 0-0 أحسن ما أطلع 2-1 أحسن حتى إيه إنما أطلع 3-1 معي أنا أهم حاجة أطلع من هنا 0 صح وبعدين لما أروح ألعب هناك جبت جول أوكي كويس جدا بس دايما دايما بلعب على السفر إنما أنا بقول لك 1-0 عندي هنا أحسن من 3-1 صح لأن في الآخر 3-1 بهدف مع هدفين يبقى أنت خلاص الناس عادوا ينترشها لما قلت لهم ده لو كسبنا 1-0 هعمل احتفالات وهمسوطوا على فكرة على فكرة أنا أحيز 1 أصلي الناس أقل لك نكسب 2-3 لا على فكرة لو أنا أهم حاجة إن أنا أكسب 0 صح 0-1 يعني حتى لو 0-0 مش 1-0 2-0 3-0 إنما ما كسبش 1-0 عشان ما تضطرش تخرج هناك من مناطقك طبعا طبعا أو تاخد المخاطرة يعني لقدر الله وكان دخل فينا جونة عادوا الإمبارح لقدر الله ويتبقى منطر تخرج للسنغال تسجل فيها طبعا طبعا إنك إنت هتقدر إنك إنت تسجل هدف يعني أنا شايف كده إن إحنا ممكن نقدر جدا نسجل هناك في السنغال